هذه العضلة عالجت محكمة بيئموناد رايس بالعاصمة من أفاق قضية الشبن في العقد الثاني من العمر على خلفية قيامه بالنصب على صاحب وكل الكراء السيارات وتم سلبه سيارتين من نوع لوغان المزيد مع نجبة سماي التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بيئموناد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة ثلاث نوات حبس نافذة في حق شاب في العقد الثاني من العمر على خلفية قيامه بالنصب على صاحب وكل الكراء السيارات المتواجدة بمنطقة بئر خادم بالعاصمة أين استأجر المتهم سيارتين من نوع لوغان على أساس كراءهم وبالتالي قام المتهم بتزوير الوثائق وبيع تلك السيارات ومن خلال التحريات تمكنت مصالح الدارك الوطني على مستوى منطقة بئر خادم وبفضل جهاز جي بييرز تمكنت من استرجاع تلك السيارات حيث تبين أن المتهم قام بالنصب على عدة أشخاص بنفس طريقة هذا وقد تمت متابعته أمام محكمة بأموناد رايس بجنحة التزوير واستعمال مزور وكذلك جنحة خيانة الأمانة من أمام محكمة بأموناد رايس نجي باسم ماي تلفزيون النهار